اهلا بكم من جديد وملفنا ثاني في حساتنا المغاربية من موريتانيا حيث أكدت اللجنة العوية لانتخابات قرب الانتهاء من فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات تقدم حزب الانصاف الحاكم في العاصمة نواكشوت ومناطق أخرى في حين أظهرت تلك النتائج الجزئية خسارة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل في بعض الدوائر أو في دوائر العاصمة تحديداً بما فيها منطقة عرفات أبرز معاقله لصالح الحزب الحاكم ويتوقع أن تنعكس نتائج الانتخابات الحالية بشكل مباشر على تشكيل الحكومة المقبلة كما سيكون لها تأثيراً سياسياً واضحاً على الاستعداد للانتخابات الرئاسية العام المقبلة مع تواصل عملية فرز صنادق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي تشدها موريتانيا بدأت الأطراف المشاركة في الانتخابات الإعلان عن مآخرها على سير عملية الاقتراع المكاتب في الليل يوم سخر النهار البارح يحول عن بلدهم لا يصبح الناس اللي تصوت لا يتصبح لي وما تستهدع لبلد التصويت طرد موثلين أموالي في بعض المكاتب نسي من الحجاج الموفار براكول نحن لا تواطئ أموالي مع بعض الأطراف ندورنا نعرضوها أموالي بطريقهم تقير أحزاب محسوبة على المعارضة الموريتانية التقليدية عبرت عن عدم رضاها عن أداء اللجنة المستقلة المشربة على الانتخابات معربة عن خاشتها من أن الخروقات التي شابت عملية التصويت قد تقضي على أمر التغيير الذي كانت تطلع إليه هذه الأحزاب بالأمل الذي كنا دائلنا الرئيس الجديد بأنه لا ينسينا فلاك بأنه يرجعنا لعهد ما قابل معاوية وسيد أحمد للطار ما قابل ستة والمانية بهذه الخروقات والتجاوزات وعدم باطل احترام الشعب الموريتاني وحسب مراقبنا بين الجدل الذي صاحب عملية فرز الأسوات سيتزايد خلال الساعات القادمة كلما تراجعت حلوض بعض الأحزاب السياسية المشاركة في الوصول إلى قبة البرلمان لحد الساعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تقدم النتائج بالصفة الرسمية كل ما هناك هو بعض المحاضر الفرز الموجودة لدى ممثل العزاب ولكن لأول مرة تتفق الأغلبية والمعارضة على وجود خروقات اعتبرها الطرفان اتفق الطرفان على وجودها في هذه العملية الانتخابية وينتظر الموريتانيون بين الفينة والأخرى لإفصاحها عن النتائج النهائية بعد اكتمال عملية الفرز ومعرفة الفائزين في السباق الانتخابي وسط دعوات لإعادة عملية التصويت في عدة مناطق من البلاد لنسبة مشاركة تجاوزت 72% تستمر عملية فرز صناديق الاختراع في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية رغم الخروقات المزجلة في بعض مراكز الاختراع بانتظار أن يكتمل المشهد السياسي الموريتاني المقبل وينضم لنا الآن من نواكشوت الأستاذ الصبحي ويدادي نائب رئيس حزب تواصل الموريتاني أهلا بك معنا أستاذ الصبحي أول انتخابات إذن في عهد الرئيس الغزواني انتخابات برلمانية تسبق الانتخابات الرئاسية العام المقبل نريد من حضرتك قراءة سياسية للنتائج الأولية والظروف المحيطة بهذه الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا شكرا جزيلا على الاستضافة أعتقد أن السياق الذي جرت فيها الانتخابات يمكن القول كذيب المطمئنان إلى أن هذه المحطة أنها أسوأ محطة من المحطات العملية الانتخابية في موريتاني منذ 2006 في كل المحطات كانت هذه العملية تسبق بعملية تحضير وحوار شامل وكان يتم تنفيذ أجزاء من هذا الاتفاق بين القوة السياسية والنظام الحاكم اليوم هذه المحطة سبقت بتشاور بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية ناضينا في حزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية بضرورة تطبيق هذا الاتفاق كل أغلب المحاور التي تركت للتشاور بين الأحزاب السياسية وبين المستقلة للانتخابات لم يتم التجاوب بشأنها مع الأحزاب السياسية سواء تعلق الأمر بطريقة إعداد لائحة انتقابية التي هي أساس هذه العملية أو تعلق الأمر بضمان شفابية الانتخابات من خلال إتاحة جهاز إثبات الهوية أو تعلق الأمر بمنع التصويت عن بعد الذي أسس لأسوأ عملية تهجير وتزوير إرادة الناخبين سياسيا بحيث أن كتل بشرية كاملة تم ترحلها من الداخل للعاصمة والعكس من العاصمة للداخل هل أفهم من كلام حضرتك أنه تم التلاعب بعملية الاقتراع؟ في العاصمة إلى هذه المدخلات أريد أن أقول أن هذه المدخلات التي شكلت لما هو أسوأ من المتعلق بعملية تنظيمية نفسها يوم الاقتراع أن تجاوزنا أن تكون لدينا لجنة مستقلة للانتخابات لديها خروقات لدينا خروقات في العملية كما في السابق إلى لجنة فاشلة في إدارة العملية برمتها في بداية اليوم الانتخابي ثم سلمت العملية أخيرا للداخلية ولولات الداخلية ولحكام الداخلية وشهدنا أن منسق حزب الإنصاف في العاصمة يعلن على أكثر من وسيلة التواصل الاجتماعي يعلن أنه تقريبا يمكن أن نقول أنه أعلن انقلابا على المستقل للانتخابات وطالب خلايا حزب الإنصاف بالتوجه بجحافلها إلى مراكز التصويت والدخول إلى هذه المراكز وتم في الحقيقة قيام بمهرجان تزوير يمكن أن نقول في هذه اللحظة يعني هل الخطاب الانتخابي لحزب الإنصاف؟ رغم أن اللجنة لم تصدر هذا القرار وإنما أصدرت قرارا جزئيا يتعلق بتمديد التصويت في المراكز التي تأخر سيد سبحين كنت تسمع هناك بعض تصريحات تفيد بأن حزب الإنصاف مارس نوعا من الخطاب الانتخابي الذي شبه نوع من التهديد للناخبي للتوجه إلى صندوق الإقتراع هل هذا صحيح؟ طبعا هناك قضية كبرى في العملية السياسية لدنيا في موريتانيا وهي عدم حياد الإدارة وإحدى بنود الاتفاق الذي تم مع الداخلية وزيادة الجرعة في حياد الإدارة تجاه العلاقة بالمنافسين وعدم الزج بمعنى الدولة ووسائل الدولة وصفة الدولة في نزال الانتخابي ربما يجب الانتخابي نزلت الدولة للمسؤولون الحكوميون بصفاتهم وبتهديدهم للناس في أرزاقهم وفي وضائفهم إنهم إن لم يصوتوا لحزب معين فإنهم سيتلقون عقوبة في ذلك ولدينا وزير في الحكومة هو في الحقيقة قاضي المعارن لدى الرئاسة وهو يمارس جهارا نهارا التنسيق للحزب الحاكم يجب التريد قليلا ربما يجب التريد قليلا وانتظار انتهاء عملية الفرز توقيع المحاضر رفعها إلى جهاز المركز المتخب دعنا نتحدث على حزبكم لماذا فشل حزبكم في معاقله الرئيسية في عرفات مثلا؟ نحن نتحدث عن عملية انتخابية هزلية نتحدث عن حالة تزوير شاملة اتسعت مساحتها وتوسعت أساليبها سواء تعلق الأمر كما قلت بترحيل الناخبين من مواقعهم سواء تعلق الأمر بالشراء الذمم سواء تعلق الأمر بالتصويت بالإنابة الذي شاهدنا منه حالات كثيرة سواء تعلق الأمر بالتهديد سواء تعلق الأمر بزج بمسؤولي الدولة في النزال الانتخابي حالات عديدة من سالب التزوير شهدتها هذه العملية وهي في الحقيقة لا تعبر نهائيا عن الوزن السياسي للوزن الانتخابي لأي مفصيل سياسي وحزاب المعارضة مجتمعة طالبت البالحة في بيان واقعي مطالب واقعية أن تعاد الانتخابات في نواكشوت الذي شهد هذا المراجنة هذا على مسؤولياتكم مستاذ صفحي وفي مراطب أخرى من الوطن ولم تطالب بيعت الانتخابات كلها الآن يمكن أن نقول أن الخريطة أن النتائج الأولي لا تعبر نهائيا عن الأحجام السياسي للأحزاب السياسي وإنما تعبر عن عملية تزويرية هذا على مسؤولياتكم وانتم ترون أن هذه الانتخابات مزورة عن عملية هندسة قام بها مسؤولون طيب هناك طرق لماذا لا تتعانون في نتائج هذه الانتخابات مثلا؟ نحن طالبنا حتى نساهم في أن يتم التعامل مع مطالبنا طالبنا بإلغاء الانتخابات في العاصمة وفي مدينة نواذيبو وفي كل منطقة ذبت أن حصل فيها تزوير طيب ما هو نواذيبو؟ طيب ما هو نواذيبو؟ طيب نواذيبو لو سمحتني فقط هي أحزاب قومية جديدة وليدة اليوم هي التي فازت في نواذيبو مثلا في العاصمة الاقتصادية نواذيبو أنا أقول أنه في المحصلان الحديث عن خلاصات سياسية في ظل نتائج أولية لانتخابات شابهة لم يشبها بل طبعها حال التزوير عاما أن حديث أرباءه بالحديث كم عنه لأنه لا يعطي حقيقة هذه أوزان السياسية للمنتظم السياسي الحقيقي لأنها عملية فيها كثير من التحكم تمت هندستها ومع ذلك نحن في حزب التواصل حققنا نتائج رغم هذا التزوير رغم التهجير رغم التهجير على أرادة الناخبين حققنا المرتبة الثانية وطنيا وحققنا وجودا جيدا رغم تزوير أرادة الناخبين أشكرك جزيلا شكر شكرا من وكشوتة صبحي وداد نائب رئيس حزب تواصل الموريتاني شكرا لك اشتركوا في القناة